اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة السابعة والعشرون يعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الثامن من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي لازلت أحدثكم في أول معلم من معالم هذا المذهب نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني بالضبط مثل ما وصفهم وصف هؤلاء الضالين الطوسيين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم هذا هو الأسلوب الشيطاني الذي نقض به بيعة الغدير أردت بين أيديكم في الحلقة الماضية ماذا كتب الطوسي وماذا يعتقد طوسي برسول الله صلى الله عليه وآله عبر كتابه التبيان أنا لا أتحدث عن الذي في عقله أو في قلبه لا علم لي بذلك العالم الفقيه المفسر بالنسبة لي مجموعة كتب لا أتحدث عن شخصه ماذا يعتقد ماذا يفكر لا شأن لي به أطوسي مات سنة أربعمية وستين للهجرة بلحمه وشحمه ودمه وعظمه لا تأثير له فيما بيننا تأثيره عبر كتبه عبر معتقداته التي هي في كتبه فما عرضته لكم في الحلقة الماضية من عقيدة ضالة بائسة سخيفة منحطة برسول الله هي عقيدة المذهب الطوسي التي سطرها إمام المذهب الطوسي مؤسس المذهب الطوسي في أهم كتاب من كتبه وهو التبيان في هذه الحلقة سأقتطف لقطات من تبيانه هذا ترتبط بأمير المؤمنين وإذا كان هناك من متسع من الوقت سأنتقل إلى بعض لقطات ترتبط بالصديقة الكبرى صلوات الله عليها من العناوين الواضحة في الكتاب الكريم المختصة بسيد الأوصية الصراط المستقيم ومر الحديث عنه وكيف حرف الطوسي ما حرفه حينما تحدث عن معنى الصراط المستقيم ولا أريد أن أعيد هراءه وسخفه الذي قرأته عليكم حينما التقطت لقطة من سورة الفاتحة عنوان آخر من العناوين المهمة في الكتاب الكريم التي تشير إلى سيد الأوصية صلوات الله عليه النبأ العظيم فعلي هو الصراط المستقيم وعلي هو النبأ العظيم ومن غيره ومن غيره في سورة النبأ وفي الآيات الأولى منها بعد البسملة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الآيات محورها الذي تدور حوله هو هذا العنوان النبأ العظيم عنوان خاص بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ماذا يقول الطوسي أنا أقرأ عليكم من الجزء العاشر من تبيان الطوسي من طبعة ذوي القربة إنها الطبعة التي أشرت إلى تفاصيلها في الحلقات المتقدمة في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المائتين هكذا يقول الطوسي عن النبأ العظيم والنبأ معناه الخبر العظيم الشأن كمعنى الخبر عن التوحيد في صفة الإله وصفة الرسول والخبر عما يجوز عليه وما لا يجوز عما يجوز عليه وما لا يجوز عما يجوز على الله وما لا يجوز على الله من صفات الكمال والنقص أو عما يجوز على رسول الله وعما لا يجوز عليه من صفات كماله ونقصه قطعا لا نقص لرسول الله وإنما هذا الكلام افتراضي وأنا أشرح كلام أطوسي وقال مجاهد النبأ العظيم الشأن القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن القرآن بحسب مجاهد وقال قتاد وابن زيد هو السؤال عن البعث بعد الموت لأنهم كانوا يجمعون على التكذيب بالقرآن من هم المشركون الكافر الذي هم فيه مختلفون قال قتاد معناه الذي هم فيه بين مصدق ومكذد فقال الله سبحانه سبحانه مهددا لهم ومتوعدا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ومعنى كلا ردع وزجر كأنه قال ارتدعوا وانزجروا ليس الأمر كما ظننتم هذا هو الذي قاله واستمر بمثل هذا الهراء ينقل عن هؤلاء الذين ينقل عنهم ليس هناك من إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أمير المؤمنين هذا هو الطوسي وهذا هو مذهب الطوسي الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة في دين العترة الطاهرة هكذا يقولون صلوات الله عليه هذا هو الكافي الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية والثلاثين بعد المئتين إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال قلت له من القائل أبو حمزة الثمالي قال قلت له جعلت في ذاك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم هذا هو تفسيرها الذي سيبينه لنا إمامنا الباقر قال قال ذلك إلي إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم ثم قال لكني أخبرك بتفسيرها قلت عما يتساءلون فقال الإمام هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا كلام الباقر يقول هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان أمير المؤمنين يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني إنه الآية الأكبر إنه النبأ الأعظم نحن نتحدث عن علي عن علي الذي هم فيه مختلفون هذا هو هراء المذهب الطوسي وهذه حقائق الحكمة والنور من دين العترة الطاهرة فارق كبير بين هراء الطوسيين وخرائهم وبين الذين كلامهم نور يأتي منسابا إنه يعانق القلوب التي أحبت عليها وتذوقت طعم مودته هذه كلمات الباقر تأتي منسابة لا تحتاج إلى شرح وإلى توضيح مثلما أقرأ في هراء الطوسي الأخبر هذا كلام يخلو من الفصاحة والبلاغة كلام معقد تهيمن عليه عجمة قاتلة كله حديث نواصب لا تشم منه رائحة عبقة من طيب أحاديثهم الطاهرة هذا هو الفارق الواضح فيما بين المذهب الطوسي الخرئ إنه مذهب حوزة النجف إنه مذهب الكلب مذهب حوزة النجف مذهب مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة تلاحظون هؤلاء في أي جهة يتحدثون ومحمد وآل محمد في أي جهة يتحدثون هذا هو الفارق الواضح والجلي بين المذهب الطوسي الخرئ وبين دين محمد وآل محمد صلوات 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 على محمد وآل محمد والتف على طوسي وآل طوسي تف على وجوههم القذرة وصلوات على أفنية محمد وآل محمد الطاهرة هذا هو الفارق بين آل محمد وآل طوسي أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم إمامنا الباقر يقول لأبي حمزة الثمالي من أن النبأ العظيم هو أمير المؤمنين الأمير هو الذي يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني سلام على الآية الكبرى سلام سلام على النبأ الأعظم سلام سلام على النجف الأطيب سلام على ورده الأعذب سلام على أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم في القرآن كله وهو النبأ العظيم في القرآن كله نسلم عليه في زيارته السابعة المطلقة بحسب تبويب مفاتيح الجنان هذه زيارة مطلقة نزور بها أمير المؤمنين في الليل والنهار من غريب ومن بعيد زيارة مطلقة هكذا نسلم على سيد الأوصياء السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على صراط الله المستقيم لأنت أنت يا أمير المؤمنين يا أمير الوجود لأنت أنت أنت الصراط المستقيم ومن غيرك وأنت أنت النبأ العظيم ومن غيرك وليذهب هذا الطفسي الخرف السخيف التافه وليذهب هو وتفسيره وحوزته ومراجع حوزته فليذهب إلى بالوعة المراحيط وفي الزيارة الغديرية المخصوصة التي جاءتنا عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه ولازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نسلم على أمير الأمراء السلام عليك يا دين الله القويم إن لم تكن يا سيد الأوصياء إن لم تكن أنت إن لم تكن أنت دين الله القويم فمن هذا الذي نخاطبه ونقول له من أنك دين الله القويم السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون هذا تفسير للآيات نفسها السلام عليك أيها النبأ العظيم هذا تفسير حقيقي هذا الكلام ما هو مجازي نحن نخاطب سيد الأوصياء في زيارته والزيارات هي نصوص مواثيق نصوص عهود المواثيق والعهود حينما تخاطب الشخص الذي تريد أن تعاهده أو أن تجدد العهد والميثاق معه فإنك تخاطبه بأسمائه الحقيقية وليس بالمجاز فإن خللا سيتطرق إلى تلك العهود والمواثيق نحن هنا نخاطب سيد الأوصياء بأسمائه الحقيقية وبأوصافه الحقيقية هذه أسماؤه هذه أسماء عليا السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون أطيح الله حظ الطوسيون السرابيط الطاحين الحط في سورة سات الكلام هو هو عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في سورة سات في الآية السابعة والستين بعد البسملة وما بعدها قل قل هو نبأ عظيم هو هو علي قل هو إنه علي ضمير الشأن هنا يعود على الذات العلوية قل هو 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 نفسه الذي ذكر في سورة النبأ عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم هذه الذات التي عنونت بالنبأ العظيم هي هي يعبر عنها بضمير الشأن قل هو قل هو هو المعهود في أذهانكم يا أشياء علي يا من أنتم على دين العترة الطاهرة وليس على المذهب الطوسي الخرق قل هو هو ضمير الشأن هنا يشير إليه يشير إلى محور القرآن يشير إلى محور الوجود يشير إلى محور الحق فالحق جامع بين القرآن والوجود والحق يدور مع علي حيث ما دار لأن علي هو المركز ولأن علي هو المحور ولأنه الآية الكبرى في هذا الوجود ولأن النبأ الأعظم في هذا الوجود وعن هذا يحدثنا القرآن قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون الإعراض من قبلكم مثل ما يعرض الطفسيون صخم الله وجوههم من أولهم إلى آخرهم وطيح الله من شبيرهم إلى صغيرهم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون هذا هو النبأ العظيم الذي جاء ذكره في سورة النبأ العنوان هو هو في سورة النبأ وفي سورة صات في تفسير القموي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والثمانين بعد الخمسمائة عن الصادق صلوات الله عليه وذلك قول صادق القموي يقول وذلك قول صادق والله إنكم لفي الجنة تحبرون وفي النار تطلبون وفي النار تطلبون أهل النار يطلبون أن يتواصلوا معكم ممن كانوا معكم في الدنيا إنهم منافقوا الشيعة الروايات الروايات حدثتنا عن هذا والله إنكم لفي الجنة تحبرون السعادة هناك وفي النار تطلبون ثم قال عز وجل يا محمد قل قل هو نبأ عظيم كلام إمامنا الصادق والله إنكم لفي الجنة تحبرون وفي النار تطلبون يتعلق بالآيات المتقدمة ولا أجد مجالا أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة ثم قال عز وجل يا محمد قل هو نبأ عظيم يعني أمير المؤمنين هذا كلام صادق ما هو كلامي هذا ما هو كلام الجباء والرمان ومجاهد هو قتاد هذا كلام صادق ثم قال عز وجل يا محمد قل هو نبأ عظيم يعني أمير المؤمنين إلى آخر الآيات أنتم عنه معرضون هذا النبأ العظيم هو سيد الأوصياء هذا النبأ العظيم هو إمام زماننا النبأ العظيم إمام كل زمان في زمانه نبأ العظيم في وقتنا هذا هو الحجة بن الحسن ماذا نقرأ في غيبة شيخنا النعماني إنني أقرأ عليكم من كتب كلها ذهب هذه هي الكتب الذهب أقرأ عليكم من الكافي أقرأ عليكم من تفسير القمي أقرأ عليكم من غيبة النعماني هذه كتب ذهب هذه كتب معدنها ذهب قيمتها ذهب حلاوتها ذهب دينها ذهب معارفها ذهب ثقافتها ذهب أما كتب الطوس فتلك كتب قيمتها خراء ثقافتها خراء ودينها خراء هذا هو الواقع الذي إذا أراد المنصفون أتحدث عن الشيعة المعتقدين بعلي وآل علي والباحثين عن حقيقة ثقافتهم وعن لباب معارفهم إذا أراد أن ينصف التقييم فهذا هو الإنصاف في التقييم إنني أقرأ عليكم من معادن الذهب من الكافي ومن تفسير القمي ومن الزيارة الغديرية التي جاءتنا عن إمامنا الهادي من غيبة النعماني من هذه الكتب أقرأ عليكم إنه الذهب الإبريز بالتمام معنى هذه الكلمات هذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد الثلاثمئة حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين فلا يظهر صاحبكم إنه يتحدث عن قائم آل محمد فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين ويستمر في كلامه قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أبو طربوش الطوسي ماذا يقول هكذا يقول الطوسي في الجزء الثامن من التبيان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد الخمسمائة ثم قال قل لهم يا محمد هو نبأ عظيم قال مجاهد والسدي قارنوا بينما كنت فيه أحدثكم عن معادن الذهب والنور وبين هراء مؤسس حوزة نجا قارنوا قارنوا قال مجاهد والسدي يعني القرآن هو نبأ عظيم أي الخبر العظيم وقال الحسن إنه الحسن البصري هو يوم القيامة قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هو يوم القيامة ثم خاطب الكفار فقال أنتم معاشر الكفار عنه معرضون عن هذا النبأ العظيم لا تعلمون بما يوجب مثله من اجتناب المعاصي وفعل الطاعات بالله عليكم هذا الكلام أين تضعونه وبأي مقياس تقيسونه إذا أردتم أن تقايس كلام طوسي وكلام أئمته مجاهد والسدي وأن تقايس هذا مع كلامي وكلام أئمتي صلوات الله عليهم نذهب إلى فاصل السلام على من نكثت ذمة السلام على من هتكت حرمة السلام على من أريق بالظلم دم السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القرآن السلام على المقطوع الوكيب السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخطيب السلام على الخز التريب السلام على البدن السديد السلام على الثغر المقروع بالقضي السلام على الرأس المرفوء السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الزئاق العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات قد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السننى والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرقوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعدواء سأذهب بكم الآن إلى أهم آية في الكتاب الكريم إلى الآية الحاكمة ليس على القرآن فقط وإنما على الإسلام كله القرآن جزء من الإسلام إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة بحسب المعروف في المصاحف وجاءت سلسلها هنا بحسب طبعة التبيان التي بين يدي جاء تسلسلها من أنها الآية السبعون هناك اختلاف في ترقيم الآيات في مختلف المصاحف ليس مهم هذا الموضوع ماذا يقول الطوسي هذه الآية الأهم ونحن حديثنا عن أول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني ماذا تتوقعون أن يقول الطوسي عند هذه الآية هذه الآية بالنسبة لنا نحن الذين نقول إننا شيعة واضحة هذه آية أمير المؤمنين هذه آية الغدير هل أحتاج إلى أن أجمع لكم نصوص الأحاديث بخصوص هذه الآية هذه آية نحن نعرفها جميعا لا شأن لنا بنواصب السقر إننا علويون إننا حسينيون إننا حسنيون نحن الذين نقول إننا جعفريون نحن الذين نقول إننا عسكريون حيث ننتسب إلى إمامنا الهادي العسكري وإلى إمامنا الحسن العسكري وإلى إمامنا الحجة بن الحسن العسكري فنحن عسكريون ونحن جعفريون ونحن كاظميون نحن من بديهيات ثقافتنا هذه الآية في علي وليست في أحد غيره ماذا يقول هذا الطوسي أتمنى عليكم أن تنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم هذا هو إمامكم يا أيها الطوسيون فماذا يقول طوسيكم هذا هذا أبو طربوش أبو طوسي هذا جاء يقول إنني أقرأ من الجزء الثالث من التبيان في تفسير هذه الآية من الصفحة السابعة والثمانين بعد الخمسمائة يقول أبو طربوش الطوسي قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال من طيح الله هو قول واحد إنها في غدير خم أربعة أقوال ما معنى إيراد الكذب والكفر لأن الآية تقول هكذا إن الله لا يهدي القوم الكافري يعني الذين لا يعتقدون ببيعة الغدير والذين لا يعتقدون بهذه الآية من أنها في بيعة الغدير هؤلاء كفار كفار أنجاز لعناء فلماذا تورد أقوالهم قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال وعادة يبدأون بالقول الأهم وربما يبدأ بادئ بالقول الأضعف لكن المتعارف أنهم في كتب التفسير يبدأون بالقول الأقوى ليس مهما هذا ما هي هذه الأقوال الأربعة أحدها قال محمد ابن كعب القرطي وغيره إن إعرابيا هم بقتل النبي فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة هو لوحده يضرب برأسه شجرة هذا هذا هو الذي يذكرونه في كتب تفاسيرهم تفاسير النواصل وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه هذا القول الأول يعني أن الآية نزلت في هذه الواقعة ما علاقة هذه الآية بهذه الواقعة الآية تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهل بلغ رسول الله هذا الأعرابي وهذه الآية جعلت الرسالة بكل تفاصيلها أن تكون بلا قيمة إن لم يبلغ هذا الأعرابي هل الكلام بحاجة إلى تعليق ماذا أقول لكم هذا الأثول الطوسي لماذا يذكر هذا الكلام لأجل أن يفرغ مضمون الآية من محتوها وإلا ما هذا الهراء قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال أحدها قال محمد ابن كعب القرطي وغيره إن أعرابيا هم بقتل النبي فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه الثاني القول الثاني إن النبي كان يهاب قريشا فأزال الله عز وجل بالآية تلك الهيبة النبي يهاب قريشا ما قيمة قريش ما قيمة قريش حتى يهابها رسول الله رسول الله يهاب قريشا قد يحسب لقريش من جهة أنها تؤثر على القبائل الأخرى إذا كان المراد هذا هذا الكلام مقبول أما على المستوى الشخصي والنفسي لرسول الله أنه يهاب قريشا ما قيمة قريش كبار قريش مجموعة من القوادين كتب التاريخ هي التي تتحدث عن هذا مشايخ قريش أمثال أبي سفيان أو ذلك المأبون الذي سماه رسول الله بأبي جهل هم يقولون إنه خال الخليفة عمر وهو مأبون معروف يخاطبه من يخاطبه من القريشيين بأنه مصفر أسته كان يدلك أسته بالزعفران لأجل الأمور الجنسية حتى يتذوقه الذين يلوطون فيه هؤلاء هم زعماء قريش حتى يهابهم محمد صلى الله عليه وآله وما عداء زعماء قريش لمحمد وآل محمد إلا لأن هؤلاء يمثلون الطهارة والكرامة والشرف والكبرياء وأولئك حثالة وحقارة ودناءة واقع تاريخه هو الذي يحدثنا عن هذا لو كان المقام مقاماً للحديث عن تاريخهم لقلت وقلت وقلت وجعت بالأقوال من مصادرها من مصادر سقيفة بني ساعدة الذين يطبلون للصحابة الذين أصولهم من قريش من هذه المجموعات التي أشرت إليها كل هذا موجود في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الرجال والتراجم على أي حال الثاني إن النبي كان يهاب قريشاً فأزال الله عز وجل بالآية تلك الهيبة وقيل كان للنبي حراس بين أصحابه فلما نزلت الآية قال إلحقوا بملاحقكم بالأماكن التي أنتم تعودون إليها إلى بيوتكم مثلاً فإن الله عصمني من الناس الآية لا تتحدث في أصلها عن العصمة من الناس الآية في أصلها تتحدث عن تبليغ أمر إذا لم يبلغه رسول الله فإنه ما بلغ الرسالة ومن تفاريع الموضوع والله يعصمك من الناس ومن تفاريع الموضوع إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأين هذا من هذا هذا الطوس الحمار يورد هذه المضامين ويعدها من جملة مضامين هذه الآية والآية واضحة بالنسبة لنا إنها في بيئة الغدير فما الحاجة لكل هذه القذارة الثالث قالت عائشة إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبي كتم شيئا من الوحي للتقية تفسير شيطاني واضح من أن الآية جاءت لدفع التوهم أن يتوهم البعض من أن النبي كتم بعض الأمور وما بيّنها قالت عائشة إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبي كتم شيئا من الوحي للتقية الرابع قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام الباقر والصادق إن الله تعالى لما أوحى إلى النبي أن يستخلف علي كان يخاف أن يشق ذلك النبي كان يخاف كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه أن يكون أمرا عسيرا عليهم فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره بأدائه والآية فيها خطاب للنبي هذا كلام الطوسي والآية فيها خطاب للنبي وإيجاب عليه تبليغ ما أنزل إليه من ربه وتهديد له إن لم يفعل وإنه يجري مجرى إن لم يفعل ولم يبلغ رسالته التعابير قاصرة جدا العجمة واضحة انعدام الفصاحة والبلاغة واضح في كل عبائر هذا الكتاب والآية فيها خطاب للنبي وإيجاب عليه تبليغ ما أنزل إليه من ربه وتهديد له إن لم يفعل وإنه يجري مجرى إن لم يفعل ولم يبلغ رسالته فإن قيل كيف يجوز ذلك ولا يجوز أن يقول إن لم تبلغ رسالته فما بلغتها لأن ذلك معلوم لا فائدة فيه قلنا قال ابن عباس معناه إن كتمت آية مما أنزل إليك فما بلغت رسالته والمعنى أن جريمته كجريمته لو لم يبلغ شيئا مما أنزل إليه في أنه يستحق به العقوبة من ربه ويستمر بمثل هذا الكلام لم يشر إلى أي شيء من مضمون بيعة الغدير على الإطلاق عودوا إلى الجزء السادس من تفسير التبيان وقرأوا من صفحة خمسمية وسبعة وثمانين مرورا بصفحة خمسمية وثمانية وثمانين وانتهاءا بصفحة خمسمية وتسعة وثمانين الكلام مزعج كلامه مزعج والعجمة قاتلة فيه والتعابير غير واضحة وهذا هو شأن مراجع النجف وكربلاء في كل كتاباتهم هذا الأمر يواجهني في كل كتابات مراجع النجف وكربلاء عي وسخف وقلة طلاء في ثقافة العترة الطاهرة وانعدام للبلاغة والفصاحة وتعالوا قولوا ذول الأعلى وتعالوا قدسوا ذول وذول نواب صاحب الزمان وهم بغال لا يفقهون شيئا وهذا الأمر بين عيديكم بالله عليكم هذا منطق شيعي لم يشر إلى أي شيء من بيعة الغدير سوى ما نقله عن إمامنا الباقر والصادق إن الله تعالى لما أوحى إلى النبي أن يستخلف عليًا كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه وجعل هذا القول قولاً رابعاً جعله آخر الأقوال بعد أن نقل ما نقل من ترهات نواصب سقيفة بني ساعد أنا حينما أذهب إلى تفسيري هذا الناصبي الفخر الرازي ناصبي من الدرجة الأولى من أئمة الشوافع حينما أذهب إلى تفسيره التفسير الكبير والذي يعتمد عليه مراجع المذهب الطوسي الفخر الرازي توفي سنة ستمية وأربعة للهجرة وهو من أئمة المذهب الشافعي هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزء الحادي عشر والثاني عشر الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر في صفحة الثانية والأربعين من الجزء الثاني عشر عند الآية نفسها المسألة الثالثة ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجوها وعدد الأول إلى أن وصل إلى العاشر عند العاشر هكذا قال نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام مكتوب عليه السلام هو هذا الذي قاله الفخر الرازي لهذه الكلمات وأمثالها يقولون من أن الفخر الرازي شيعي أبدا هو ناصبي من الطراز الأول وينتقص من أمير المؤمنين ومن آل محمد كثيرا في كتابه ويفضل الأنجاس النواصب عليهم بشكل واضح في كل كتابه من أوله إلى آخره الوائلي لا يحدثكم إلا عن هذا التفسير كل مجاحس الوائلي مأخوذة من هذا التفسير على أي حال الخوء أيضا إذا أراد أن يتحدث عن القرآن فإنه ينقل عن هذا التفسير الطباطباء في الميزان محمد باقر الصدر يؤسس أسس فهمه للقرآن من هذا التفسير وبعد ذلك يستنسخ فكرة سيد قطب كي يتلبس به تلبسا كاملا العشر نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فلقيه عمر رضي الله عنه فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولايا ومولا كل مؤمن ومؤمنة وهو قول ابن عباس والبراء ابن عازب ومحمد ابن علي محمد ابن علي يشير إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذا الفخر الرازي نقل شيئا من تفاصيل بيعة الغدير الطفسي لم ينقل شيئا من تفاصيل بيعة الغدير حينما أقول لكم هؤلاء قوم نقضوا بيعة الغدير إنني لا أقول هذا الكلام جزافا هذا التفسير أنا نبشته نبشا منذ أكثر من ثلاثين سنة منذ أكثر من ثلاثين سنة نبشته نبشا فعينما أقول لكم هؤلاء قوم نقضوا بيعة الغدير إنني أقول عن رؤية واضحة وعن معرفة أكيدة لا أقول الكلام من دافع عاطفي ولا أطلق الحديث على عواهنه إنني أحدثكم بحديث التحقيق والتدقيق هذه النتائج التي أطرحها بين أيديكم التحقيق فيها بالنسبة لي استمر لأكثر من أربعين عاما أنا لا أحدثكم من فراخ ولا أستطيع أن أضع بين أيديكم كل المعلومات الوقت لا يكفي ولا أستطيع أن أبين لكم كل ضلال الطوسي إنما أأخذ لكم أمثلة هذه الأمثلة تستطيعون أن تستعين بها على أن تفهم قولي من أن أول معلم من معالم المذهب الطوسي الذي هو مذهب حوزة النجاف نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني هذا هو هذا هو الذي أحدثكم عنه هذا مفسر ناصبي آخر من مفسري سقيفة بني ساعدة إنه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية وإدعش للهجرة الدر المنثور في التفسير بالمأثور هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد المئة وهذا هو الجزء الثالث وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم في علي ابن أبي طالب وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين كانوا يقرؤون هذا في قرآنهم بحسب ابن مسعود وهذا في كتب تفاسيرهم بغض النظري هل يعدون هذه الروايات ضعيفة صحيحة ليس مهما هذا أنا أضرب لكم أنثلة من كتب تفسير النواصف وقارنوها مع هذا الغبي مع هذا الساف الأطوسي قارنوها مع تفسيره وتذكروا حديث الإمام الصادق وهو يخبرنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى وهذا إمامهم الطوسي من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أي التفاسير أضار بحسب هذه اللحظة التي نحن فيها تفسير التبيان أم تفسير الفخر الرازي الذي حدثنا بدرجة وأخرى عن بعض شؤون بيعة الغدير وكذلك هذا جلال الدين السيوطي تفسيره أكثر نفعا أقل ضررا من تفسير هذا الغبي الأثوال هذا البتري المرجئي أتحدث عن هذا أبو طربوش الطوسي عن ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا كانوا يقرؤون في القرآن بحسب ابن مسعود أنا أقرأ من كتبهم هذا هو الجزء الثالث من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة وهو يحدث عن مصحف ابن مسعود وابن مسعود من صحابة النبي صلى الله عليه وآله أنتم تعرفون هذا هذه حكاية قديمة فماذا يفعل هذا الأثول هذه الآية الغدير هي الآية الحاكمة على كل القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قطعا الخطاب ليس لرسول الله في مضمونه رسول الله أجل وأعظم من أن يكون هذا الخطاب اللفظي بحقه هذا الخطاب اللفظي يوجه لرسول الله لفظا أما المضمون فهو للأمة هذه الآية تقول للأمة من دون ولاية علي فأنتم إلى الجحيم فأنتم كافرون هذه الحقيقة التي تبينها الآية إذا كان الخطاب مع رسول الله هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والرسالة هي التوحيد والنبوة وما القرآن إلا جزء يسير من نبوة محمد صلى الله عليه وآله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون هم الذين يكفرون ببيعة الغدير أين تضعون الطوسية هذا في سياق مضمون هذه الآية الله سبحانه وتعالى هكذا يقول من أن توحيده يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الآية هكذا تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة محمد بكل تفاصيلها وأول فقرة فيها التوحيد الله هنا يقول هذا التوحيد يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الآية صريحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ماذا كان يقرأها الصحابة في زمان رسول الله أن علي مول المؤمنين مثل ما قرأت عليكم من كتبه ابن مسعود هكذا يروي قد يقولون هذه رواية ضعيفة هم أحرار فيما يقولون احنا ذن حوائجنا نعرفهن وندرياه البايقهين وندرياه اللي حرفهن ذن حوائجنا ذن حوائجنا الأصلية ذن حوائجنا مالاتنا حلال زلال إلنا ذول الحرامية السختشية شنو لحبوا شنو حرفوا هم أحرار هناك يوم نلتقي فيه وهناك يكون الحساب لا شأن لنا بهم بس احنا حوائجنا نأخذهن نعرفهم هذا الكلام اللي يقول ابن مسعود هذه بقايا بقايا من حوائجنا ومن شؤوننا الحقيقية نحن نعرفها الآية واضحة الله يقول من أن توحيده يساوي صفرا تستغربون هذا الآية لا تقول من أن التوحيد يساوي صفرا من دون علي أبدا الآية تتحدث عن بيعة الغدير وليست عن علي بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي وولاية علي شأن من شؤون إمامته وإمامة علي شأن من شؤون علي علي في مكان آخر الآية تتحدث عن بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بشأن بيعة علي في الغدير الكلام عن بيعة علي في الغدير بيعة علي في الغدير ما هي بعلي بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي وولاية علي شأن من شؤون إمامته ويمكنني أن أقول من أن بيعة الغدير من شؤون إمامته والإمامة من شؤون ولايته لأننا يمكن أن نستعمل الإمامة بمعنى الولاية هنا ويمكننا أن نستعمل الولاية بمعنى الإمامة هنا النتيجة واحدة بالنتيجة فإن بيعة الغدير ما هي بعلي إنها من شؤون علي سبحانه وتعالى يقول من أن توحيدي ونبوة حبيبي محمد ومن أن قرآني ومن أن ديني يساوي صفرا من دون بيعة الغدير ليس من دون علي من دون بيعة الغدير الآية هكذا تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إلى آخر الآية الكريمة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تستغربون هذا ما نحن نقرأ في أحاديثنا الشريفة أقرأ عليكم من كتاب المؤمن وهو من أصولنا القديمة من الكتب التي ألفت زمان الأئمة للحسين ابن سعيد الكوفي الأهوازي هذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث الثاني والستون عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن الله وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه ما افتردت عليه إنها بيعة الغدير هي هذه وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه أعلى درجات الافتراض هي هذه بدليل هذه الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الفرض الأكبر في القرآن هو هذا لأن التوحيد والنبوة والقرآن والرسالة تساوي صفرا من دون هذا الفرض هذا هو الفرض الأكبر وما تقرب إلي عبد بمثلي ما افتردت عليه إنه الفرض الأكبر ولاية علي ليست المطلقة في بيعة الغدير ولاية علي المطلقة بيعة الغدير شأن يسير من شؤونها ولاية علي المطلقة هي ولاية الله المطلقة أما بيعة أما بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي في حاشية ولايته وما تقرب وما تقرب إلي عبد عبد بمثلي ما افتردت عليه هذا هو الذي يقربنا إلى الله وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحب ما بعد الفرض الأكبر قطعا في شؤون الفرض الأكبر إنها نافلة الفرض الأكبر نافلة الفرض الأكبر أن نزداد معرفة أن نزداد تسليما أن نزداد سالمية أن نزداد في معيتنا معهم فمعكم معكم لا مع غيركم هذه المعية مراتبها لا تعد ولا تحصى أن نترقى في المعية هذه التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو مضمون بيئة الغدير اللهم والي من والا وعادي من عادا فمعكم معكم لا مع غيركم وانصر من نصر واخذل من خذل والي من والا درجة من درجات المعية وانصر من نصر درجة من درجات المعية معهم صلوات الله عليهم الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل فما جاء فيها هو الأبلغ والأكمل والأجمع والأشمل والأوضح والأنصع والأبلغ والأفصح هذا هو الذي جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته الله هو الذي يقول هذا الكلام يمكن أن ينطبق علي ويمكن أن ينطبق عليكم نحن الذين افترض علينا الفرض الأكبر ونحن الذين نطالب بالتسليم والسالمية والخدمة والعبودية لهم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يكون رجلي الله هكذا يقول الباقر هو الذي يحدثنا وهذه الكتب ألفت زمان الأئمة الله يكون رجلي وأرجلكم التي نمشي بها ورجله التي يمشي بها للذي يتقرب إليه بما افترض عليه بالفرض الأكبر إنها بيعة الغدير فما هو المستغرب أن يقول لنا من أن توحيدي يساوي صفرا من دون بيعة الغدير ما هو يقول لي هكذا وكنت رجلك التي تمشي بها هذا كلام كلام الله يحدثنا به باقر العلو ورجله التي يمشي بها هو يقول لي ويقول لكم سأكون أرجلكم التي تمشون بها الله يقول لنا هذا إذن ما هو المستغرب أن تقول الآية هذا المعنى من أن توحيدي يساوي صفرا من دون بيعة الغدير لو أبقى أحدثكم عن بيعة الغدير إلى آخر عمري فإن الكلام لن ينتهي نذهب إلى أفاصل لازلت أتصفح الجزء الثالثة من أجزاء التبيان للطوس سأذهب بكم إلى الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة كنت قبل 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 قليل أتحدث في أجواء الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير الآية الثالثة ترتبط ارتباطا مفصليا بالآية السابعة والستين ماذا جاء في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه هي الآية التي أتحدث عنها تعالوا كي نقرأ ماذا كتب أبو طوسي صخم الله وجهه في الجزء الثالث في صفحة الرابعة والثلاثين بعد الأربعمائة وقوله وقول الله وقوله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم نصب اليوم على الظرف على الظرف لا أريد أن أشرح لكم كل كلام لأن الوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب التي لا بد أن أضعها بين أيديكم وقوله وقوله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم نصب اليوم على الظرف على الظرف الزماني والعامل فيه باعتبار أن الظرف نحويا يحتاج إلى فعل مؤثر والعامل فيه هو الفعل العامل والعامل فيه يأس ذو الفسق تقديرا اليوم يأس الذين كفروا والعامل فيه يأس ذو الفسق اليوم وليس يراد به يوما بعينه هذا هو الذي أقوله لكم هذا هو الذي أقوله لكم نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني اليوم المراد منه يوم الغدير وماذا يقول يقول وليس يراد به يوما بعينه ومعناه الآن الآن يأس الذين كفروا من دينكم إذا كان القرآن يريد هذا المعنى لماذا استعمل كلمة اليوم وعرفها بالألف واللام الألف واللام هذه العهدية المعهودة المعهودة في الأذهان إنه اليوم المعهود الذي كمل فيه الدين وكرر الكلمة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم تكرار الكلمة تكرار الكلمة مع التعريف بالألف واللام العهدية ماذا أقول لهذا ماذا أقول لهذا يقول وليس يراد به يوما بعينه ومعناه الآن يأس الذين كفروا من دينكم كما يقول القائل أنا اليوم قد كبرت وهذا لا يصلح إلى اليوم يريد الآن وهل هذه رواية نص فماذا تفعل بالنصوص المتوافرة والروايات المتكافرة والأحاديث المتعاضدة والخطب الطويلة ماذا تفعل بكل هذا يا أبو طوسي يا حبيبي ماذا تفعل ماذا الدراط يا شيخ الطائف يا شيخ المطائف ما هذا الدراط وقوله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم نصب اليوم على الظرف والعامل فيه يأس ذو الفسق اليوم وحتى هذه تعبير خاطئة لماذا ذو الفسق الآية تقول الذين كفروا اليوم يأس الذين كفروا فلماذا تحول الذين كفروا إلى ذو الفسق في درجة أقل لا بد أن يكون التقدير من نفس الألفاظ والألفاظ موجودة في الآية التي نستطيع أن نوردها أو أن نقدر منها وهذه هي قواعد العربية هذا إما هو حمار لا يعرف قواعد العربية وإما هو شيطان يريد أن يحرف كل شيء وليس يراد به يوما بعينه ومعناه الآن يأس الذين كفروا من دينكم كما يقول القائل أنا اليوم قد كبرت وهذا لا يصلح إلى اليوم حتى هذا تعبير تعبير ما هو بسليم ولكن ني ماذا أصنع هل أبقى أصحح له تعابيره سأقرأ عليكم ضراطه كما أورده في تفسيره هذا وهذا لا يصلح إلى اليوم يريد الآن والمعنى أن الله قد حول الخوف الذي كان يلحقكم منكم إليهم ويأسوا من بطلان الإسلام وجاءكم ما كنتم تعدون به من قوله ليظهره على الدين كله في تفسيرهم هذه الآية لم يأتي تأويلها ولم يأتي تفسيرها هذه تفسر في المرحلة الأولى عند ظهور الإمام عند ظهور الحجة بن الحسد وفي المرحلة الثانية عند بداية عصر الرجعة العظيمة والمعنى الأتم والأكمل في المرحلة الثالثة في الدولة المحمدية العظمى في آخر زمان الرجعة العظيمة هذه الآية لها تأويل يأتي على مراحل ولذا فكلمات الأئمة يقولون من أن الآية هذه ما جاء تأويلها هو يفسرها بما صار عليه حال المسلمين من أنهم تمكنوا وتغلبوا على قريش وتغلبوا على القبائل العربية المشركة وتغلبوا على اليهود الذين كفروا بالإسلام والمعنى إن الله قد حول الخوف الذي كان يلحقكم منكم إليهم ويأسوا من بطلان الإسلام وجاءكم ما كنتم تعدون به من قوله ليظهره على الدين كله والدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالقيام به ومعنى يأس إن قطع طمعهم من دينكم أن تتركوه وترجعوا منه إلى الشرك وبه قال ابن عباس والسدي وعطى وعطى أو عطاء يقرأ عطى وعطاء وقيل إن اليوم الذي ذكر هو يوم عرف من حجة الوداء بعد دخول العرب كلها في الإسلام ذهب إليه مجاهد وابن جريج وابن زيد وقيل يوم جمعة من دون تحديد في أحد أيام الجمعة لما نظر النبي فلم يرى إلا مسلما موحدا أو لم يرى مشركا وهو يأم المسلمين في صلاة الجمعة في يوم من أيام الجمعة المهم الله يكون هذا اليوم هو يوم الغدير هذا هو المهم الذي تبناه هو من أن اليوم ليس معينا وإنما بمعنى الآن ثم ذكر قولا هو يوم عرف وهو ما ذهب إليه مجاهد وغيره وقيل يوم جمعة يوم الغدير لا ذكر له انتهى الكلام وقوله فلا تخشوهم هذا خطاب للمؤمنين نهاهم الله أن يخشوا ويخافوا من الكفار أن يظهروا على دين الإسلام ويقهروا المسلمين ويردوهم عن دينهم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم في تأوينه ثلاثة أقوال أحدها قال ابن عباس والسدي وأكثر المفسرين من النواصف قطعا إن معناه أكملت لكم فرائضي وحدودي وأمري ونهي وحلالي وحرامي بتنزيني ما أنزلت وتبياني ما بيّنت لكم فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم بالنسخ ما يرتبط بحكم الناسخ والمنسوخ ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم وكان ذلك اليوم وكان ذلك اليوم عام حجة الوداع قالوا ولم ينزل بعد هذا على النبي شيء من الفرائض في تحليل شيء ولا تحريم وأنه صلى الله عليه وآله مكتوب هنا وأنه عليه السلام وهذه صلاة بتراء الطوسي يقول وأنه عليه السلام وأنه صلى الله عليه وآله مضى بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة مضى يعني خرج من الدنيا استشهد لما قتله الصحابة وبعض نسائه بالسن مضى بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة وهو اختيار الجباء والبلخ وقال الحكم وسعيد بن جبير وقتاده معناه أكملت لكم حجكم وأفردتكم بالبلد الحرام تحجون دون المشركين ولا يخالطكم مشرك وهو الذي اختاره الطبري وقال الزجاج معنى أكملت لكم الدين كفيتكم خوف عدوكم وأظهرتكم عليهم ورؤية ورؤية عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن الآية نزلت بعد أن نصب النبي علي علماً للأمة يوم غدير خم منصرفه عن حجة الوداع فأنزل الله يومئذ اليوم أكملت لكم دينكم وقوله وأتممت عليكم نعمتي خاطب الله تعالى جميع المؤمنين بأنه أتم نعمته عليهم بماذا؟ بإظهارهم على عدوهم المشركين وليس بولاية عليهم بأنه أتم نعمته عليهم بإظهارهم على عدوهم المشركين ونفيهم إياهم نفي المشركين عن بلادهم وقطعه طمعهم طمع المشركين من رجوع المؤمنين وعودهم إلى ملة الكفر وانفراد المؤمنين بالحج والبلد الحرام هذا قول ابن عباس وقتادة والشعبي وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا معناه رضيت لكم الاستسلام لأمري والانقيادة لطاعتي على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه دينا يعني بذلك طاعة منكم لي فإن قيل أَوَمَا كَانَ اللَّهُ رَاضِيًا الإسلام دينا لعباده إلا يوم أنزلت هذه الآية قيل لم يزل الله راضياً لخلقه الإسلام ديناً لكنه لم يزل يصف نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجةً بعد درجة ومرتبةً بعد مرتبة وحالاً بعد حال حتى أكمل لهم شرائعه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه ثم قال حين أنزلت هذه الآية ورضيت لكم الإسلام ديناً فالصفة التي لها اليوم والحال التي أنتم عليها فالزموه ولا تفارقوه قال ابن عباس وعمر وعامر الشعب وقتاده كان ذلك يوم الجمعة وقال الطاوس ابن شهاب وشهر ابن حوشة وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية يوم عرفة حجة الوداع وروى حنش عن ابن عباس قال ولد النبي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وأنزلت المائدة يوم الاثنين وأنزلت اليوم أكملت لكم دينكم يوم الاثنين ورفع الذكر يوم الاثنين وقال الربيع ابن أنس نزلت في المسير من حجة الوداع انتهى كلامه بالله عليكم هذا الهراء كله له علاقة بالآية من قريب أو من بعيد هذا هو الذي أقوله لكم من أنهم ينقضون بيعة الغدير بأسلوب شيطاني أشار في جانب من الجوانب إلى أن الإمام الباقرة والإمام الصادقة قال من أن هذا المقطع فقط اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعد بيعة الغدير فقط هذا المقطع أسلوب شيطاني ثم فسر كل المقاطع بحسب ما يقول النواصب لماذا فسر كل المقاطع بما فيها اليوم أكملت لكم دينكم بما يقوله النواصب ولكنه ذكر قولا للإمام الباقر والصادق صلوات الله عليهما بخصوص اليوم أكملت لكم دينكم فقط لأن الأمر هذا معروف عند الشيعة ولا يستطيع أن يتجاوز هذا الأمر فلابد أن يشير إلى هذا المقطع وإلى هذه الجملة فقط اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ذهب بها بعيدا ورضيت لكم الإسلام دين ذهب بها بعيدا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم ذهب بها بعيدا ولم يفسر اليوم ببيعة الخدير فسرها بكل التفاسير التفسير الذي تبنى أن اليوم معناها الآن هذا هو أقطوسي وهذا هو تفسيره وهذا هو تبيانه نذهب إلى فاصل السلام السلام على الجيوب المبرجات السلام على الشفاه البابلات السلام على النفوس المسطلمات السلام السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السلام 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 على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات السلام السلام الأبدان السليب السلام على العسرة القريبة السلام على المجدلين في الفلوى السلام على النازحين عن الأوطان السلام على المدفونين بلا أكفى السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لست بحاجة أن أرد لكم الروايات بإمكانكم أن تذهبوا إلى الكافي إلى الجزء الأول من الكافي إلى بصائر الدرجات إلى كل كتبنا الحديثية إلى جوامع الأحاديث التفسيرية جزء من ثقافتنا البديهية والضرورية والأساسية والأولية التي لا شك فيها فإن هذا العنوان الراسخون في العلم مختص بمحمد وآل محمد حتى لو لم ترد روايات كثيرة فإن العنوان ليس له إلا هذا المعنى فحينما نقرأ هكذا عن القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لنفترض أن أحدا لم يخبرنا من أن الراسخين في العلم هم محمد وآل محمد وترك الأمر إلينا من هم الذين يأتون بعد الله بالنسبة لنا أنا لا شأن لي بنواصبي سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بنواصبي سقيفة بني طوسي أنا أتحدث معكم أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة للحجة بن الحسن أنا لست في مقام الاحتجاج على أحد هنا أنا في مقام بيان حقيقة أن الطوسيين ما هم على دين العترة الطاهرة وإنما لهم مذهبهم الخاص بهم وتلاحظون هذا واضحا من خلال تفسير إمامهم الطوسي لقرآن محمد وآل محمد إنه يفسره بعيدا عنهم إذن هو ليس على دينه هو على دين آخر هو على مذهب أسسه لنفسه وهؤلاء الذين في النجف وكربلاء على هذا المذهب الخرئ القذر حينما أعود إلى هذه الآية من دون الرجوع إلى الروايات والأحاديث ومن دون أن يعلمنا أحد إذا كنا نعتقد من أن الأقرب إلى الله ما بين الخلق محمد وآل محمد طبيعي جدا فإن الذين يأتمنهم الله على أسراره وعلى علمه وعلى كتابه هؤلاء هم ولا يوجد غيرهم ولا حاجة للروايات ولذلك لن أرد لكم روايات أو أحاديث هذه قضية واضحة هذا القرآن قرآنهم وهم الذين يعرفونه ومن هنا فإن الآية فيهم ولا حاجة للتطويل أو التعريض وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا أبو طربوش أبو طوسي هذا الأثول شي يقول أقرأ عليكم من الجزء الثالث من التبيان في الصفحة التاسعة والتسعين بعد الثلاثمائة وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعني الثابتون فيه تقول رسخ الشيء رسوخا إذا ثبت في موضعه وأرسخته إرساخا ويستمر في مثل هذا الكلام يحدثنا عن السدي وعن مجاهد وعن عائشة والحسن البصري ومالك والربيع وابن عباس وفلان وفلان ولا يوجد ذكر أصلا لمحمد وآل محمد لماذا لأن الشيعة لا يحفظون الروايات التي ترتبط بهذه الآية هذا هو أسلوبه على طول الكتاب وهذا هو أسلوب بقية مفسري الشيعة افتحوا أي كتاب من كتب التفسير عند الطوسيين هؤلاء ستجدون هذا الأسلوب الآيات التي لا يتوقع الشيعة من أنها في العترة الطاهرة يذهبون بها بعيدا عنهم الآيات التي يعرفها الشيعة من أنها في العترة الطاهرة إذا كان هناك من مجال أن يذكروا فيها أكثر من قول يذكرون لكن القضية إذا كانت منحصرة بالعترة الطاهرة كآية التطهير فعينئذ يقولون بها ماذا ستقول الشيعة لو قرأت في كتب تفسيرهم من أن آية التطهير ليست خاصة بمحمد وآل محمد ولذا هم يتحركون بطريقة شيطانية في تفاسيرهم وفي عقائدهم وفي فتاواهم هذا هو المذهب الطوسي الخرئ القذر الوسخ النجس دلائل قولي هذا ما أقرأه عليكم لازلت أحدثكم عن أول ملمح من ملامح المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني وهذا أمام أعيونكم هذه الحقائق هذا تفسير التبيان من أوله إلى آخره نقض لبيعة الغدير بأسلوب شيطاني إذا لم تكتفوا بهذه التوضيحات عودوا وقرأوا في الكتاب بأنفسكم كي تطلعوا على الكثير والكثير من الضلال والسخف والانحراف عن العترة الطاهرة هذا هو دين الطوسي وهذا هو دين حوزة الطوسي أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء وهذا هو دين مراجع حوزة الطوسي هذا هو دين الخوئي ودين محمد باقر الصدر ودين السستاني ودين بقية المراجع هذا هو دينهم وهذا هو تفسيرهم وهذا هو منهجهم ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على تفسيرهم وأذهب بكم إلى شاهد آخر من شواهد هذا التفسير الناصبي أذهب بكم إلى سورة صاد وإلى الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي في الآيات السابقة فإن الله تحدث عن إبليس من أنه كان مستكبرا في الآية الحادية والسبعين بعد البسملة من سورة صاد وما بعدها إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إذن فالقرآن حكم عليه من أنه كان مستكبرا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فجاءت الآية التالية قال يا إبليس الله يقول له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي الآية هنا ليست في مقام طلب التوضيح من إبليس هل كان مستكبرا أم لم يكن لأن الآية التي قبلها قد بيّنت استكبار إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين الآية تريد أن تقول من أن جهة عالية هي الجهة الوحيدة التي لا تسجد إلا لله والبقية يسجدون لها لأن الملائكة سجدوا لآدم لنور من تلك الجهة قد أشرق في أبينا آدم العالون محمد وآل محمد القرآن يحدثنا عن أن الله قال لإبليس لماذا ما سجدت لآدم بسبب استكبارك أم أنت من العالين العالون لا يسجدون لآدم لا يسجدون إلا لله والبقية بقية الكائنات تسجد لهم فهاهم الملائكة كلهم سجدوا لآدم ليس لآدم لنور شع منهم في آدم فهو في الحقيقة سجود لهم وهو سجود لله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي أمر بذلك ماذا يقول الطوسي الأثول إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من التبيان في الصفحة الحادية والثمانين بعد الخمسمائة استكبرت يا إبليس أي طلبت التكبر بامتناعك من السجود له إبليس لم يكن قد طلب التكبر وإنما كان متكبرا حتى هذا الكلام ليس صحيحا لأن مادة الاستفعال هي مادة الاستنتاج فإن إبليس استخلص التكبر من حسده هذا معنى استكبرت وليس معنى أنك طلبت التكبر كيف يطلب التكبر هو متكبر وإنما كان متكبرا لأنه استخرج التكبر من حسده الذي ترتب عليه على حسده حقد على آدم هذا معنى استكبرت استكبرت فأنت متلبس بالتكبر لماذا؟ لأنك يا إبليس استنتجته واستخلصته واستخرجته من أين؟ من حسدك الذي ترتب عليه حقدك أيضا فمن حسدك وحقدك استخرجت التكبر على آدم هذا هو معنى استكبرت وليس معنى يا إبليس أي طلبت التكبر فإن إبليس ما طلب التكبر هذا لا يفهمه جيئا حينما يقرأ القرآن هو لا يفهم العربية ولا يفهم ما يقوله المفسرون ولا يعبأ بحديث العترة ولذا أطلقت أنا منذ زمن بعيد على هذا التفسير أطلقت عليه تفسير الخريان ما هو بتفسير التبيان هذا تفسير الخريان استكبرت يا إبليس أي طلبت التكبر بامتناعك من السجود له أم كنت من العالين الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا ما هذا ما هذا الضراط يا حبيبي يا أبو الطواسيس ما هذا الضراط يعني أن الله يقول لإبليس استكبرت أم كنت من المستكبرين ما هذا الضراط ما هذا الضراط أم كنت من العالين الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا الآية واضحة واضحة فإن العالين هنا ممدوحون لا يسجدون الآية هكذا تقول له يا إبليس أنت لم تسجد لآدم لأنك كنت مستكبر أم ما هو السبب فأنت لست من العالين العالون الذين لا يسجدون لآدم وإنما يسجد الجميع له أقرأ عليكم من الجزء السادس من تفسير البرهان وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السادسة بعد العاشرة بعد الخمسمائة من الجزء السادس من البرهان إنه الحديث التاسع نقله عن ابن بابوي عن الصدوق بسنده عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين هذا هو الفهم البديهي للغة العرب هذا الرجل حينما سمع الآية حينما قرأ الآية فهم أن العالين ممدوحون هنا هم في مرتبة أعلى من الملائكة وليسوا مذمومين مثل ما يقول هذا الحمار الأخراق وهو يتحدث عن أن العالين هم المتكبرون والمتكبرون بالمناسبة الوائل حين يفسر الآية يفسرها هكذا أيضا وبقية المفسرين أيضا فهذا فهذا الرجل يسأل رسول الله من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين أستكبرت أم كنت من العالين فقال رسول الله مباشرة أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألف عام فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أباء يسجد فقال الله تبارك وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون وحق الزهراء يا رسول الله بك اهتدينا بك اهتدينا فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون فمن فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره ولا يحبنا إلا من طاب مولده لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه باللبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت منذي وذا أهوى أبا حسن نذهب إلى فاصل أطلعت من برج الساعد بيت علي ويت قول يا ساعد أثناء أو يا لم طاق بالعهد أو حريس المي سيول عن كفالتنا أو دينة ساعة الجهد والجهد ما يبذي ديون خواتنا اش رد علي هالعب باس ما تنش دوني اش رد علي هالعب الله ما تنش دوني أهو صح نال موت الحمر أولا يمر ديش الخطر وانا زئفي بيمنا يا ضو عيوني سد والماء الماء يا ضو عيوني يا ضو عيوني يا من العشم يا ضو عيوني هذا هو الجزء العاشر من تبيان الطوسي سأذهب إلى سورة القدر من نحو إجمالي أحدثكم من دون أن أقرأ ما جاء في كتاب التبيان بإمكانكم أنتم أن تعودوا وتطلعوا على ذلك لأن الوقت يجري سريعا وأريد أن أكمل موضوعي في هذه الحلقة كي أبدأ في الحلقة القادمة من رأس موضوع جديد من نقطة جديدة في نفس هذا السياق لا زلت أحدثكم في أجواء تفسير التبيان في صفحتي ثلاثمية وأربعة وثمانين ثلاثمية وخمسة وثمانين ثلاثمية وستة وثمانين تحدث في تفسيري سورة القدر وقال ما قال من الآخر لم يشر إلى أي شيء لا من بعيد ولا من قريب لم يشر إلى علاقة هذه السورة بصديقة الكبرى في ثقافة العترة الطاهرة هذه السورة سورة الزهراء وأعتقد أني في الحلقات المختصة بالتقويم القمري بحسب ثقافة العترة الطاهرة وهي حلقات تقدمت في نفس هذا البرنامج في برنامج ما بين واقعين تحدثت عن هذا الموضوع وجئتكم بالروايات والأحاديث الشيعي خصوصا إذا كان محدثا وطوسي كان محدثا كان مهتما بشأن الحديث الطوسي كان عالما من علماء الشيعة هكذا يفترض أن يكون لا بد أن يعرف من أن سورة القدر لها علاقة ولها ارتباط وثيق بصديقة الكبرى ولذا في المعراج فإن الله سبحانه وتعالى قال لرسول الله في صلاة المعراجية من أن سورة التوحيد هي نسبة الله ومن أن سورة القدر هي نسبة محمد وآل محمد وعنوان نسبة محمد وآل محمد فاطمة فاطمة مثل ما جاء في حديث الكساء الشريف في حديث الكساء اليماني الشريف لما سأل جبرايل الباري سبحانه وتعالى عن الذين تحت الكساء فماذا أجابه الله هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها سورة القدر نسبة محمد وآل محمد العنوان الأول في مشجرة نسبة محمد وآل محمد لا أتحدث عن مشجرة أنساب كمشجرات أنساب الناس أتحدث عن مشجرة النسب الإلهي الحقيقة الإلهية المشرقة في هذه الشجرة الزيتونة المباركة التي لا هي بشرقية ولا هي بغربية إنها تتجلى تتجلى زيتونة مباركة هي أسمى من عوالم الشهادة ومن عوالم الغيب لا شرقية هي أسمى من عوالم الغيب من عوالم الملأ الأعلى بقضها وقضيضها وهي أسمى في كل مظاهرها من عوالم الملأ الأسفل ولا غربية هي لا شرقية ولا غربية هي الزيتونة الإلهية المباركة هذه النسبة تترجم لفظيا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تترجم هذه النسبة الإلهية في سورة القدر فلا يمكن أن نتحدث عن سورة القدر من دون أن نتحدث عن فاطمة هذا الأثول أبو طوسي هذا لم يشر هو لا يعتقد بهذا لم يشر إلى ذكر فاطمة لا من قريب ولا من بعيد مع أن في كتبه الحديثية ما يشير إلى هذا لكنه يجمع الحديث باعتبار أن جمع الحديث هو جزء من عمله هو جزء من برنامجه الوظيفي هذا الكتاب تم تعليفه في أواخر عمره فسيكون آخر الكتاب وأنا هنا أقرأ من الجزء العاشر هو في أواخر أواخر عمره إنه يتحدث عن عقيدته وهذا هو الذي أقصده من أن الملمح الأول من ملامح المذهب الطوسي نقض بيعة الغتير بأسلوب شيطاني وها هو ينفذ هذا الأمر بشكل واضح هذه سورة القدر لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى فاطمة صلوات الله على فاطمة ومن سورة القدر سأذهب بكم إلى سورة البينة وسورة البينة تأتي بعد سورة القدر فسورة القدر هي سورة فاطمية وكذاك سورة البينة هي سورة فاطمية القدر البينة في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم هذا هو دين الله وهو دين القيم وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم فدين الله هو دين القيم ماذا يقول أبو طوسي أبو طوسي في الصفحة التسعين بعد الثلاثمئة هكذا يقول وذلك دين القيم أي ذلك الذي تقدم ذكره في الآية نفسها وما قبلها أي ذلك الذي تقدم ذكره دين القيم وتقديره ذلك دين الملة القيم والشريعة القيم فمعنى الآية وذلك دين القيم كما يقول أبو طوس الورد ذلك دين الملة القيم دين الشريعة القيم أدري هي تلعب كيف أنت التقدير لابد أن يكون من نفس الألفاظ من نفس السياق على الأقل نحن لا نتحدث عن نص نثري لأعرابي من أعراب جزيرة العراب نحن لا نتحدث عن مثال يضربه علماء النحو في كتب النحو ولا نتحدث عن بيت شعر قاله شاعر لا ندري من هو نحن نتحدث عن قرآن التقدير هو جزء من خصائص اللغة العربية ولكن التقدير في القرآن لا بد أن يكون وفقا لأساس لدليل من نفس القرآن فمن أين جئت بهذا التقدير وذلك دين القيم ظاهر الآية واضح من أن الدين منسوب إلى جهة هذه الجهة عبر عنها بالقيم جهة مؤنثة والدين جاء منكرا والقيمة جاءت معرفة بالألف واللام فحينما أضيف الدين المنكر إلى القيمة المعرفة بالألف واللام هذا يعني أن الألف واللام هي عهدية ومن العهد الذهني وإلا فإن الدين سوف لن يكون معرفا وهذا خلاف البلاغة لأن القرآن هنا بشأن تعريف الدين فهذا الدين الذي جاء منكرا أضيف إلى معرف بالألف واللام وهذا المعرف مؤنث الألف واللام هنا حتما عهدية ومن العهد الذهني هناك شيء معهود في الذهن القيمة من هي في ديننا من هي في ديننا القيمة من هي هذه الآية واضحة وذلك دين القيمة ما معنى دين الملة القيمة ما هي الملة دين يعني معنى الآية وذلك دين دين القيمة ما هذا الهراء ما هذا الهراء ما هذا الضراط يا شيخ الطائف يا شيخ المطائع ما هذا الهراء الدين هنا نكرة القيمة معرفة بالألف واللام هذه عهدية ذهنية لأن الآية تريد أن تعرف لنا الدين بشيء معروف عندنا لا شأن لي بنواصب سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بنواصب سقيفة بني طوسي إنني أتحدث عن ديننا عن دين العترة الطاهرة القيمة معنى معهود في أذهاننا إنها فاطمة فاطمة ماذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة هذه الرواية من بقايا تفسير جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه رواية طويلة في الصفحة التاسعة والعشرين بعد الثمانمئة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي رحمة الله عليه الحديث الأول مثل ما قلت لكم من تفسير جابر جابر هنا يحدثنا عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في تفسير سورة البينة إلى أن يقول إمامنا الباقر في الصفحة الثلاثين بعد الثمانمئة وذلك دين القيمة قال هي فاطمة القيمة فاطمة ومن غيرها من غيرها وَذَلِكَ وَذَلِكَ عن الملة لذكرت الملة وإذا كانت الآية تريد الحديث عن الشريعة لذكرت الشريعة هنا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الملة مُخْلِصِينَ لَهُ الشريعة لماذا قالت الآية مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين بعد ذلك الآية تُبَيِّنُ لَنَا تفسيرا وشرحا لهذا الدين وذلك دين القيمة الذي ماذا يكون عليه أصحابه حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة هذا الدين الذي تحدثت عنه الآية في أولها هو دين القيمة دين منسوب إلى جهة مُؤنثة وهذه الجهة المُؤنثة عُرِّفت بالألف واللام ألف ولام للتعريف وجاء في تركيب مُضاف ومُضاف إليه لأجل أن نُعرِّف المُضاف المُنكَّر في أمر أساسي ديني فإن الدين يكون معروفا عند أصحابه وأهله وهذا الدين له عناوين له مُفردات له مُصطلحات فيه شخوص فستكون الألف واللام عهدية ذهنية من هي القيمة المعهودة في أذهاننا بغض النظر عن الروايات هل يوجد غيرها إنها أم أبيها أم أبيها إذا كانت قيمة بالنسبة لأبيها فلا تكون قيمة على دينه هو الذي يقول فاطمة أم أبيها إنها القيمة على دين أبيها القيمة على الدين وأهل الدين صلوات الله عليها أما هذا الدراط الطوسي فليذهب به إلى ماذا أقول فليذهب به إلى حيث يريد فليذهب به إلى مراجع حوزته الأغبياء الفاشلي وذلك دين القيمة وذلك دين الملة القيمة من طيح الله حظك على هذا التفسير الباقر يقول وذلك دين القيمة إنها فاطمة القيمة فاطمة هي التي تتحدث عنها سورة الإسراء في الآية التاسعة بعد البسملة إن هذا القرآن ماذا يفعل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى التي هي ضمير الشأن يعود على القيمة إن هذا القرآن لماذا لم يقل يهدي للتي أقوى إنه تأكيد 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 على شأنيتها في سورة القدر سلام هي هي سلام هي إنها الليلة وفي أحاديثهم ليلة القدر فاطمة ومن عرف فاطمة عرف ليلة القدر سلام هي هي سورة القدر إذا ما فتحتم المصحف في صفحة نفسها تأتي في الترتيب قبل سورة البينة ففي سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر هي التي في سورة القدر هي هي التي في سورة البينة وذلك دين القيمة ضمير الشأن هو هو في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفة حنفاء مر علينا الوصف في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البين حنفاء فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه الفطرة الفاطمية ماذا نقرأ في أحاديث أهل البيت في معنى الفطرة أحاديث أهل البيت تقول لنا إن مضمون الفطرة الإلهية في الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا هو مضمون الفطرة في الإنسان لا لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بهراء وضراط سقيفة بني طوس أحدثكم عن ثقافة دين العترة لا أحدثكم عن ثقافة سقيفة بني ساعدة ولا عن ثقافة سقيفة بني طوس عن ثقافة دين العترة الطاهرة الفطرة عندهم مضمونها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وهكذا نقرأ في زيارة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما هذه الفطرة الفاطمية التصديق الفاطمي للاعتقاد بمحمد وعلي فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنّا قد طهرنا بولايتك طهرنا بفطرتك الفاطمية فطمت ذريتها وشيعتها عن النار فطمت ذريتها وشيعتها من النار هذه مراتب الفطم عن النار مرتبة والفطم من النار مرتبة المضامين واحدة ماذا أصنع لكم الوقت يداهمني المضامين واحدة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم لاحظوا أن الدين جاء معرفا الوصف هنا للدين لأن الدين تعبير مذكر لكن حينما تحدث عن فاطمة قال وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ هذا ما هو وصف للدين حتى يقول الطوسي الأخبار الأثول من أن معنى وذلك دين القيم وذلك دين الملة القيم حينما وصف الدين هنا وصف بالقيم وذلك الدين القيم الدين مذكر وصفة تتبع الموصوف في العربية في التذكير والتأنيث بينما هناك نسب الدين إليها وذلك دين القيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر النفس لا يعلمون من أمثال هذا الحمار أتحدث عن الطوس ومن أمثال الحمير من أتباعه من أتباع المرجعية الطوسية الحوزة الطوسية ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق العلم أتحدث عن العلم الديني في قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط لا بتفسير النواصب من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوسي ماذا نقرأ في حديث المعرفة بالنورانية هذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الأولى وبنحو سريع وقت الحلقة صار طويلا أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذار يا سلمان ويا جندب جندب هو اسم أبي ذار قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلى أن يقول في الصفحة الثالثة من نفس الحديث من حديث المعرفة بالنورانية وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيمي هذا وصف للدين كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة فأين تضعون هراء الطوسيين هذا هو حديثهم وهذا هو كلامهم وتلاحظون التفريق بين الدين القيمي وبين دين القيمة لأن الدين القيمة هنا وصف للدين الدين مذكر والقيم مذكر أيضا فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيمي كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة صلوات على القيمة وصلوات على قائمها على قائم آل محمد أتمنى عليكم أن تدركوا قيمة هذا الجهد الذي أضعه بين أيديكم وأن تدققوا في التشخيص ما بين معالم دين العترة الطاهرة ومعالم دين الطوسيين ومعالم المذهب الطوسي تابعوا الإعادة وانتظروا البث المباشر وتوسلي بالحجة ابن الحسن أن أوفق لخدمتكم وأن تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم لا بواسطة أنا مجرد ناقل أن تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم لأنكم إذا وصلتم إليها بأنفسكم لن يستطيع أحد أن يعبث بكم أو أن يضحك عليكم من دخل في هذا الدين من دخل في هذا الأمر في معرفة العترة الطاهرة من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال ومن دخل في هذا الأمر بالكتاب والسنة بحديث العترة زالت الجبال ولا يزول إنني أدعوكم أن تدخلوا هذا الأمر لا من خلالي أنا واسطة لا تدخلوا الدين بواسطتي بالرجال مثلما يدخلونكم الرجال يخرجونكم الرجال ادخلوا الدين بثقافة العترة الطاهرة وحق الزهراء إذا ما دخلتم هذا الدين أتحدث عن دين العترة الطاهرة إذا ما دخلتموه بثقافة العترة التي تقدمها لكم قناة القمر عبر قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وعبر حديثهم المفهم بتفهيمهم لا أقول تزول الجبال تزول الكرة الأرضية بكاملها ولا تزولون هذه حقيقة حقيقة التاريخ يثبتها والواقع اليوم يثبتها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليه سألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر